فبسبب الفلوس أنا بستخدم الفتحات والغزوات والقتل والإقهار وبستخدم كل الوسائل عشان أربح بالنهاية إيش؟ يعني إحنا درسين تاريخ حتى يكون غنائم أكتر ونساء أكتر وأموال أكتر فإذن هل أنت تتبع سياسي ولا دين؟ أم هل السياسي مغلفة بالدين؟ وهذا اللي عم بشوفه فأنا يمكن بقتل الناس هذا إشي سياسي لكن للأسف برضو شو السياسي؟ إذا هذه الجماعة اللي في مصر القتلة والشياطين طب هاي ناس ما بتحبش الحكومة ما بتحبش النظام ما بتحبش الرئيس ما بتحبش الشعب كل هدفها أنه تدمر النظام تدمر السياحة تدمر الشعب تقتل باسم الدين حتى ينزلوا الحكم حتى يحكموا هني طب وحكمت وبعدين ما أنت عم تبني على أساسات القوة والقتل والعنف خليني أسألك سؤال وفرضا الدول العظمة مثل أمريكا مثل كندا مثل أوروبا مثل إسرائيل أو أي بلد آخر تمتلك أسلحة فتاكة تستطيع أن تنهي العالم كله بساعات بسيطة وتخيل أنه لو هذه الأنظمة عم بتعمل بحسب نظامك أنت طب شو القوة شو المنفعة طب ما فيه أقوى منك يعني هو شجاعتك وقوتك على شوية هالأبرياء العزل أو أنت ماشي في لندن عم بترهب الناس الأبرياء عم بشموا الهوى عم بيتنزهوا عم بيمشوا مفروض يكون فيه أمان ولا هالدرجة بتكره الدنيا كلها تكره الناس تكره الوطن تكره الرؤساء بتكره السياسة بتكره كل شيء اشتركوا في القناة